اشتركوا في القناة وقبل ما نحكي عن تراجع نبتون لازم نفهم ايش هو نبتون او ايش تأثيرات نبتون او شو اللي بيعملوا نبتون ايش الاكبر التأثيرات اللي بيعملها نبتون هذا الكوكب البطيء جدا يعني من البطء اللي لدرجة انه مقوته دائما بيكون طويل جدا في الكواكب يتصل مداها لأكثر من 25 سنة في كل كوكب في كل برج فعشان هيكي الان هو موجود في الحوت ما بين حركة امامية وحركة تراجعية كل سنة كوكب نبتون هو كوكب مش قديم كثير يعني يعني هو تقريبا تم اكتشافه سنة 1846 اكتشفه عالم الماني اسمه جوهان غولا او غالا بمعنى اخر هذا الكوكب كان اول اشي يشكه انه ايش الكوكب اللي كان يأثر على اورانوس او اللي بتأثر جاذبيته على كوكب اورانوس وبتسحبه يعني اورانوس كان مكتشف قبل نبتون فلغاية ما اجه هذا العالم واكتشفه وبعدها عمل الدراسة عنه حدد المسافات ما بينه وبين الشمس انها 4465 مليون كيلومتر بينهم بتتراوح المسافة بين الارض وبينه تقريبا او 4313 مليون كيلومتر طبعا ببلغ قطره تقريبا 49.5 كيلومتر سطحه مكون من الغازات والهايدروجين والهليوم والميثان تصل درجة حرارته تقريبا لماقص 214 درجة مئوية ايلو ثمن اقمار بكمل دورته كاملة حول الشمس تقريبا بده 165 سنة عشان تعرف انت 165 قسمهن ع 12 بطلع معك قديش بوعد هو في كل برج كوكب نبتون عشان ما اطولش وعمللكم محاضرة عن الفيزياء كيف احنا درسنا يعني طبعا كل المعلومات اللي انا بعطيكويا ارتجالية اللي حافظوا انا من تاريخها يعني لا بقرأ عن كيوبيديا ولا بقرأ عن هذا يعني انا شو اللي متذكروا عن هذا الكوكب انا بحكيلكويا طبعا بالنسبة لكوكب نبتون هو كوكب العلاقة بالاحلام والاوهام والالهام من ناحية ايجابية بعزز ملكة الفنون كالموسيقى والشعر والرسم بالاضافة الى الناحية الروحانية في الحب من ناحية سلبية بجعل موليده يتهربوا احيانا من الواقع ومنهم بندفع نحو الكحوليات والسموم طيب في ناس بقولك امتك نبتون يطلع من عنا وخلي نبتون يطلع من عنا ومش عارف ايش اول ايش انتوا عارفين نبتون هاد وجوده بالكواكب ايش الاجابيات اللي بعملها يعني لو لا دخول نبتون على الحوت لما اكتشفوا التكنولوجيا الجديدة اللي لها علاقة بتطور الهواتف تطور الشاشات تطور البلايستيشن الألعاب الجيمر هذا الخيال الخصب والعالم التكنولوجي الكبير اللي نوجد بين ايدينا هو من لحظة دخول نبتون على الحوت اعطى الابتكارات لهذا الموضوع دخل اشياء كانت مش موجودة بالسابق من التكنولوجيا نقل الخيال اللي كان موجود عند الناس او عند العلماء نقلوا للواقع على ارض الواقع وطالما هو موجود في الحوت طالما لسه احنا منشوف ابتكارات واكتشافات جديدة يعني ما في نهاية لها الا عند خروجه من الحوت للحمل طبعا بيجي واحد بيقول لك لا من وين جبت المعلومات هذا علماء له علاقة بالكواكب طيب قبل ما يدخل على الحوت كان موجود في الدلو فلما دخل على الدلو صارت الابتكارات له علاقة بالسيارات بالتكنولوجيا بالكمبيوترات او انصنع الكمبيوتر وانصنعت التكنولوجيا الاتصالات اللي علاقة بالفاكس العلاقة بالهواتف العلاقة بالامور اللي هي البدائية الانشاية لا ما هي اجد صدفة معك طيب لما اجعل جدي يا سيد العزيز انحطت العملة وانحطت البنوك وانحطت الاشياء هاي واصبحت حروب عالمية طاحنة للسيطرة على مسارات العمل وتحويل العمل من صيغة ذهبية لصيقيمة ورقية والاشياء هاي ما اقول يا اخي طب هاي كمان صدفي لا يا اخي ارجع كمان في التاريخ لما كان موجود في القوس بلشوا يهتموا بامور الها علاقة بصناعة الطيرات والارتفاعات والبالونات والاشياء اللي زي هيك وكل ما ترجع لورا كل ما انت دخلت في اشياء انه وجوده يحدث ثورة دائما من تأثيرات والمكان الموجود فيه فعشان هيك الامور اللي احنا هاي التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها هاي لها عمر يعني عمرها رح ينحصر في لحظة دخوله للحمل فرح نعيش على تكنولوجيا ولكن رح تنضاف التكنولوجيا هاي لاشياء لها علاقة بما انه بدي يدخل على برج العلاقة بالحرب والعلاقة بالاسلحة والعلاقة بالجيوش فممكن انه يدخل على تكنولوجيا جديدة للتسلح والاسلحة وتطورها تطور خيالي ممكن اشي العلاقة بالحرب الفضائية والاشياء اللي لها علاقة بهاي الامور يعني بدمجوا ما بين باندمجوا ما بين اشي علم قديم وعلم حديث وبطوروه بالفترة هاي قلينا ننهي بلاش نظن نشرح لانه اذا بدأ اشرحلكوا عن الشغلات هاي رح اخليكوا يعني تعيشوا بحلم صعب انه انتو تستوعبوا بسهولة تجدوا انه احنا عالم ربنا تحكم في بمعادلة معقدة جدا 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 ابعد مما تتخيلوا فكل المنجمين القدامى واللي قالوا عنهم متنبئين او تنبأوا قبل ميتين سنة بالاحداث هم عملوا قياساتهم على هاي الكواكب وعلى حركتها كل ما تنتقل من برج لبرج ايش المتوقع اللي يصير فبيجي بقولك العالم الفناني تنبأ انه عام الفين وكذا رح يصير كذا او الفين وعشرين رح يصير كذا هو ما تنبأها اعتباطا لا بحلم ولا برؤية ولا ولا بمنام ولا نزل عليه وحي ولا علم بالمندل ولا كل الكذب اللي ممكن انه يصير في نصب هو يعارف هاي التأثيرات للكواكب يعني انا الان اجي بتصريح اقول انه هذا الكوكب رح ينتقل لما ينتقل لا مثلا للحمل زي ما قلت قبل شوي وانه انا بتوقع في السنة كذا كذا انه رح تصير الامور هيك وفي السنة اللي بعدها لما ينتقل لثور رح تصير الامور الهلاقة في البنوك والعمل وبعديها لما بدي يصير في السرعة عالم السرعة والتنقلات والتكنولوجيا وبعديها وبعديها اعطيكو انا مدى دورة نبتون مثلا في الحياة فانتي يعني ممكن انا في المستقبل اصير من الخوارق يجوه يقول واو في واحد تنبأ في الزمنات وقال المعلومات هاي هاي انا ما جبتها من دور ابوي هذا علم موجود اساسا وهاي القواعد ثابتة ولكن لجهل الامة في العصر اللي طلع فيه هذا اللي حكى وكانوا الاشخاص اللي زيه يعدموا او يحرقوا يسموهم سحرة افا وصلنا هاي المعلومات على انها اسطورة لانه ما كان فيه الاقلة اللي كانوا بالخفاء يعرفوا هاي العلوم او يدرسوها ولكن الان بما انه انفتح العلم وصار العلم موجود فهذه الاشياء بطلت مخبيه فانا حبيت اني انا اعطيكم معلومات عنها خلينا عشان ما نطول الفيديو اكثر لانه اذا بداشرح عن هذا الموضوع يعني بقعد لساعات وانا احكي لكم عن اسرار نبتن والامكانيات اللي بعملها نبتن ولكن بدنا نقتصر الموضوع احنا الان في صدد تراجع نبتن وتراجع نبتن طبعا كل الايجابيات اللي احنا حكينا عنها من بداية الحلقة رح يكون فيها نوع من انواع السلبيات يعني رح تنعكس بطاقة سلبية فهاي التراجع هذا رح يكون من صباح يوم ثلاثة وعشرين ستة يعني من الساعة تقريبا اربع واحد وثلاثين دقيقة صباحا رح يبدأ التراجع نبتن طبعا في اشخاص الان من السلبيات اللي انا رح احكيها رح يحسوا انهم مئلهم تقريبا ثلاث او اربع ايام بحسوا بهاي الامور فهو تأثيراته السلبية بتبلش قبل تقريبا عشر ايام ولكن ليه تراجع الزهرة وتراجع عطارد والكسوف والضغط اللي صار فعشان هيك ما رح يستوعبوا او ما يفهموا انه هاي التأثيرات كان لها اشي خفي موجود له علاقة بالاحلام والاوهام والاشياء هاي فهو موجود فقلنا انه هو رح يتراجع يوم ثلاث وعشرين ستة صباحا الساعة اربعة واحد وثلاثين دقيقة تراجعه رح يستمر لغاية يوم تسعة وعشرين احداش تقريبا بدنا نقول هو بعد منتصف الليل يعني مجرد ما دخلنا في تسعة وعشرين احداش ببدأ عملية رجعته للمسار الامامي طبعا بما انه كوكب نبتن هو كوكب الاحلام والاوهام والالهام الفني ففي فترة تراجعه منشعر ببعض المخاوف اللي ما منعرف مصدرها او ما بكون مصدرها مقنع لانه يعني نوع من انواع الشكوك والوساوس والاشياء هاي فاحنا بالفترة هاي كل ما ازدادت المشاكل اللي عنا في هاي الفترة اللي بتراجع فيها نبتن بدال ما نحلها منعقدها بزيادة او منتهرب منها وما منجدلها او منتجاهل حلها اه منتجاهل وجودها يعني منحاول نتهرب من هاي المشاكل فبتتنيّل الامور بزيادة علينا قسم يعني منا او او خاصة من موليد برج الحوت لانه كوكبهم وموجود عندهم اه هدولة ممكن انه شوية تكون او يخلق لانفسهم عالم وهمي بعيد عن ارض الواقع وممكن انه قسم منهم ينحرفوا اه وراء الكحوليات او المسكنات او الامور المذهبات او المرخيات او التاعة الادوية الاعصاب او الامراض النفسية ممكن تظهر لدى البعض ايضا علامات المخادعة والتغرير بالغير يعني زي عمليات النصب والغش والاستدراج والاشياء هاي طبعا هاي لدى البعض وفي قسم من الناس بصير عندهم علامات من الجبن فبيخشوا المواجهة والمجابهة وبيخلوا عن مخططاتهم ومشاريعهم من ناحية فنية طبعا تضاءل نسبة الالهام والقدرة على الابتكار الفني في شتى المجالات فرح تسمعوا اشياء هابطة كثير اغاني رح تنتشر ملهاش علاقة بالاغاني موسيقى بتطلع فجأة بعدين بتتدمر فنانين بطلعوا بعمال بيصير عليهم انتقاد وهجوم الابتكارات اللي لها علاقة بالهواتف بطلع فيها اخطاء كثير طبعا اللي ببدأ صنعها عشان ما احد يجي يقول لي لا هاي الهاتف هذا ممتاز اللي ببدأوا صنعها في اثناء عملية التراجع حتى لو ان شاء الله بعد سنة بدهم ينزلوا بما انه بدأ في عملية التراجع معناته رح يكون في اما اشياء مقلدة او تغييرات مزعجة او اشياء ما بتناسب الناس بواجهوا فيها انتقاد وخسارات على هاي الامور عشان هيك كل المجالات اللي لها علاقة في الابتكار والفن والتكنولوجيا اعرفوا انه هي بتأثر عليها بسبب تراجع نبتون طبعا حكينا انه تراجع نبتون هاد باستغرق حوالي خمس اشهر وعشر ايام يعني لما نحسبها او تحسبوها انتو من ثلاثة وعشرين ستة لغاية او تسع وعشرين احداش بتلاقوها نفس الرقم اللي انا حكيتو وهذا رقم دائما تراجعوا بكون بنفس النسبة هاي طبعا بدو يجي واحد هسا يقول لك يا عمي جلاجتنا انت بكل هالحكي انا شو بهمني انا بدي اسمع برجي شو بيأثر علي وشو بيأثر على برجي وانا شو بدي في العالم طيب عشان او انا اشرح لكم ايش تأثيره على الابراج فبتكوا تركزوا بشكل جيد معي طبعا بدكوا تأخذوها من ناحية حسية من ناحية فكرية من ناحية عواطف عشان تنطبق عليكم امني جي اول اشي على برج الحمل برج الحمل طبعا هو رح يركز على مواضيع لها علاقة بالصحة ماشي ليش لانه بيت متاعبهم فهذا رح يشعرهم بنوع من انواع الاكتئاب نوع من انواع الاحلام بما انهم هم بيحلموا كثير موليد برج الحمل فرح يدخل على احلامهم يخربط احلامهم يعمل لهم حالة من الارق او القلق وفي منهم رح يدخل بمراحل شكوك لها علاقة بالصحة او الاوهام الصحية او يتوهم امراض معينة او يدخل بحالة نفسية توصلوا لمرحلة انه هو ياخد نوع من انواع المهدئات او المسكنات برضو بالمقابل رح يخشوا المواجهات يعني قدش قوة الطاقة اللي موجودة عند الحمل ولكن في لحظات رح يحسوا فيها بنوع من انواع الخوف وفي منهم لانه عواطف الحمل قوية جدا يعني تغلب عليه فممكن انه يصير يخاف على اولاده زيادة او يقلق عليهم زيادة بالفترة هاي بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بالفترة هاي هم من المفروض انه بما انه نبتن موجود فهو بركز لهم على النشاطات الاجتماعية واللقاءات ولكن هنا بصير يشك بقدراته ويشك انه فيه ناس بتتآمر عليه ممكن يستغل من قبل بعض الاشخاص اللي بيعرفوه ممكن يستدرج او ينصب عليه بسبب التغرير فيه في مسألة بتتعلق ممكن في عمل او في شراكة او في امور مالية برج الجوزاء طبعا هذا رح يركز عليهم في مجال العمل رح يجي على نقاط اللي ها علاقة انه شك بزملاءه انهم بحكوا عليه بتأمروا عليه يشك فيه رؤساءه يحس انه فيه بعض الاعمال مش كاملة يتكاسل فيه دوامه اشياء من هذا القبيل ممكن تكثر عنده هاي الامور وتوصل لمرحلة انه ممكن يترك عمله او يطرد او يفصل من عمله برج السرطان امور الها علاقة طبعا بالامتحانات بيصير تشتيت في الدراسة ما عندهم قدرة على الدراسة بشكل كبير بيخافوا من المناقشة او تقديم الامتحانات بيفقدوا ثقتهم بانفسهم او بقدراتهم بيظلوا خايفين من تقديم الامتحانات او بيشعروا بالرهبة اذا كان عندهم مناقشة مثلا بيصير عندهم تردد فيه امور الها علاقة بالسفر البعيد او بيخشوا عملية السفر او بيصيروا يحسبوا حسبات لاشياء هي مش موجودة في هذا المكان او بسقوط طيارة بدهم يخطفوني بممكن يتولع البلد يمكن انا ما استفيدش اذا سفرت يعني بتصير هاي الافكار هي اللي بتكثر عندو برج الاسد بتصير مشاكلهم كلها في امور الها علاقة بالشراكة والها علاقة بالتعويض فهدولة رح تصير خلافاتهم واوهامهم للسيطرة اما بدهم يسيطروا او شركائهم بدهم يسيطروا عليهم وبتصير كل الافكار كلها مخططات وكيف بدهم يلعب بالاعصاب وكيف بدهم يعمل هاي طبعا ما يزعلوا مني موليد الاسد ولكن انا موليد اسد وما رح استثني نفسي من الاشي اللي انا بحكيلكو يا فهي رح تكون الفترة هاي الها علاقة بالمخططات كيف انا بدي اخطط كيف بدي اغلبه كيف انا بدي اثبته ادخل على هذا المشروع واكسبه او انا احط حالي اصير انا السلطة واتحكم في هذا الشخص اه كيف انا بدي اوصل لمرحلة اني انا اتلاعب في امور الها علاقة بالتعويضات او بالدعم المالي او بالمشاركات المالية كيف انا يعني هاي بتصير عملية المخططات اللي بتصير في اذهانهم وبشكوا في شركائهم وبشكوا في الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجالهم خصوصا المجالات المالية المشتركة طبعا رح يدخل عليهم بعض الوهم اللي الو علاقة ممكن بالموت الو علاقة بعضهم طبعا الو علاقة بالامراض المستعصية الو علاقة بالاشياء هاي او يشك على احد ابنائه او يقلق او يخاف على هاي النقاط اما بالنسبة لبرج العذراء بيشعروا او بامور الها علاقة بالشراكات شراكات المال وشراكات العاطفة بيزيد عندهم الشك بصير عندهم طعن في اعراضهم ممكن انه يشك في زوجته بتخونه ممكن واحدة مثلا من برج العذراء تصير تشك وتراقب جوزها انه بخونها او على علاقة بواحدة ثانية فبتكثر الامور هاي وبتزيد المشاكل او حتى على امور الشراكة المالية انه بتآمر عليه انه بايعه انه ماعطي معلومات لغيره انه بحاول يشتغل من وراه هاي كلها برضو بتشتغل بالفترة هاي على موليد برج العذراء برج الميزان طبعا هنا بتتيجي على مرحلتين المرحلة الاولى اللي الها علاقة بامور الها علاقة بالعمل فالشكوك وتآمر الزملاء وسرقة الاعمال منهم او استغلالهم لانجاز بعض الاعمال وناس تتسلق على كتافهم وتنسب الاعمال لالهم هاي الفترة بتشتغل على هذا الموضوع وفي نفس اللحظة الوسواس في امور الصحة والشك الصحي والتوهم للمرض الخوف على حالهم الخوف على ابنائهم بصير عنده زي الوسواس القهري بده ينظف بده يراقب بده يفحص بده بصير عنده نوع من انواع الخوف الفترة هاي بدهم يركزوا على هاي النقاط ممكن يتوههم حتى امراض مستعصي انها صارت فيهم يصيروا يتفقدوا انفسهم يعني اه لا صار عندي هيك معناه اه انا يمكن عندي مرض هذا وعلى الجوجل على طوله بطلع الاعراض وبيعيش انه مريض المرض هذا طيب برج العقرب بيصيروا يشكوا بالحضوض بيشكوا في حالهم بيشكوا بحبايبهم بيشكوا باولادهم ممكن انه حتى يتهموا اولادهم يصير عليهم قلق يخافوا على اولادهم لدرجة انه ما يحبوش اولادهم يطلعوا من البيت اذا طلع بده يعرف وين هو روح تعال ليش طلعت ليش تأقرت شو اخدت معك بده يفتشوا بده يتفقدوا بيصير عنده شك رهيب وبعدين بهذا بيعمل مشاكل ممكن يوصل لمراحل فصال ما بين الشخص وحبيبه او ممكن الابناء تتجر حتى من معاملة الاباء او الامهات وبيصيروا بدهم يتركوهم من ورا هاي الامور القوس على امور البيت يعني بتشتغل عليهم على امور البيت بتوهموا بيته بديروح منه بتوهم انه بدينطرد من بيته بتوهم بعض الاشياء اللي ممكن اشياء لها علاقة بحوادث بيتية بصير يتفقد الغاز كثير بصير يتوسوس بالنظافة بصير يقلق على الاجتماعات العائلية بصير يحس انه هو منبوذ من العيلة العيلة بتتآمر عليه اشياء زي هيك برضو هاي النقاط بدهم يركزوا عليها موليد برج القوس اما بالنسبة للجدي برضو بامور الها علاقة بالتنقلات والها علاقة بالنقاشات واللي بيشتغلوا في مجال التسويق هذولا بيخف نشاطهم لانه بصيروا يفكروا حالهم انهم مش مقنعين طاقتهم ضعيفة مش عارف كيف بده يوصل للشخص ممكن انه انا اتحايل عليه طب بزبطش التحايل عليه يعني بصير اضطراب في هاي المسائل وعلى موضوع علاقة التنقلات والسفر بده ما يسرح في خياله اثناء القيادة ما يتشتت ذهنه ما يلتهي عشان ما يتعرض لحوادث وما ينسى انه يتفقد دائما سيارته وتليفونه اثناء الاتصالات وما يعصب وما يشك في الاشخاص اللي بتعامل معهم اما بالنسبة لبرج الدلو طبعا هدولة بدهم يديروا بالهم من امور لها علاقة بالاموال فهدولة اكثر عرضة انه ينتصب عليهم او يستغلوا ماليا واكثر عرضة على انهم هم يتآمروا على بعض الاشخاص للنيل من مالهم او مكسب مالهم زوجي مثلا كيف بدي تلف الامور عشان تخلي جوزها يصير يصرف عليها او كيف تاخد من فلوس جوزها او تعرف جوزها ايش مخبي اذا كانت هي دلو واذا كان هو دلو برضو نفس الشيء له كيف هو بدي يحصل على المال بأسرع وقت او من كيف بده يلف الموضوع ويجيب المال هاد فبصير عنده نزعة الشر غالبة في هاي الامور وبصير افكاره على عملية انه كيف بده يحصل على المال بأي طريقة بأي طريقة حتى لو بطريقة النصب او الاحتيال فعشان هيك بده يدير باله من هاي النقطة وما تخاف على مالك وما تتوسوس على مالك وما تضب وتقنن مصاريفك لاجل الخوف انك انت تصير فقير برضو هاي النقاط بدك تركز عليها اما بالنسبة لموليد برج الحوت وهم اللي اساسا عندهم التراجع هو كوكبهم هدولا بدهم يديروا بالهم من الافكار السوداء من الانطواء على نفسهم من عدم المواجهة من تخيل بعض الامراض والوسوسة من اللجوء للمسكنات والمهدئات بسبب التوترات العصبية من التهور في بعض المسائل اللي لها علاقة بالشك والخيانة والاشياء اللي بتتعلق بالحبيب اكيد هو علاقة ثانية كيف بده اطول تليفونه كيف بده اشوف رسائله مين هذا محمد اه محمد لا هم سمى محمد بس هاي واحدة اكيدوا مش عارف ايش وهي القصص ديروا بالكوا هاي راح تسيطر عليكم الفترة هاي اللي هي فترة التراجع يعني حاولوا انكم ما تتوسوسوا وما تشكوا وما تتخيلوا اشياء ممكن انها ما تصير بالفترة القادمة وبرضو احلامكم بتكون ديروا بالكم منها اه صحيح قبل ما ننهي اه طبعا هذا التأثير بتأثر على برجك وبتأثر على طالعك فاقرأ برجك عشان تعرف ايش التأثيرات وشوف طالعك يعني اسمع برجك ايش بحكي واسمع طالعك ايش بحكي واقرن ما بينهم شوف انت اي الصفات اللي قاعدة بتتحكم فيك في هاي الفترة عشان تعرف انت تسيطر عليها بشكل صحيح طبعا عشان ما نطول كثير هيك منكون انتهينا من اه موضوعنا اللي هو تراجع نبتن اه والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان لا تتنم لقاء اشهد ان اشهد ان تر Journey اشهد ان اشهد ان اشهد ان اشهد ان تتنم لقاء اشهد ان اشهد ان يشهد ان اشهد أن اشهد Concept よね